موسيقى أهلا بكم في نشرة التاسعة تأتيكم من القاهرة الإخبارية أهلا بكيرها أهلا خالد والبداية دائما بأبرز العدو تسعة وخمسون شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان موسيقى حزب الله يعلن قصف تجمعات لقوات جيش الاحتلال في مستوطنة يرؤون برشقة صاروخية موسيقى بلينكين يطالب نظيره الإسرائيلي باتخاذ تل أبيب خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة موسيقى البداية مع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة باستشهاد 59 شخصا وإصابة 182 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت 3445 شهيدا و14599 جريحا أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على قضاء سور بلغت 6 شهداء و32 جريحا وأضافت الوكالة أن عناصر الإسعاف والدفاع المدني تواصلوا بمؤازرة من الجيش تواصلوا عمليات البحث عن مفقودين في المواقع المستهدفة وفي سياق متصل أشار مراسلنا إلى أن الاحتلال شن غارتين على بلدتي زبقين وجبال البطم جنوب لبنان وأضاف مراسلنا أيضا أن الاحتلال شن غارة أخرى على بلدتي خربت سلم وحومينت تحت جنوبي لبنان واستهدفت غارات إسرائيلية قبريخة ووادي الحجير وخربت سلم جنوبي البلاد كما خرق طيران الاحتلال جدار الصوت في أجواء بيروت وكسران وجبل لبنان والجنوب للمزيد من المتابعة والتحليل نتحول إلى الزميل راعد عبد المجيد وهذه النافرة التحليلية إليك راعد شكرا خالد شكرا رحب ينضم إلينا من بيروت مراسل قهر الإخبارية أحمد سنجاب أهلا بك أحمد ما التفاصيل الجديدة بعد ازدياد وطيرة القصف على الضاحية الجنوبية بالإضافة إلى صور التي ما زالت حتى الساعة تشهد عمليات الإنقاذ من قبل الدفاع المدني نعم بالفعل يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف المكثف والعنيف على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت حيث استهدف الضاحية الجنوبية أربع مرات على مدار الساعات الماضية أو في أربع جولات على مدار الساعات الماضية منذ الصباح اليوم وحتى الآن في كل جولة كانت هناك عدة غارات تستهدف مناطق ومنازل ومباني في الضاحية الجنوبية في مناطق متفرقة من أخار التحريك وبرج البراجنا وأيضا عدد من المناطق الأخرى مثل المريجة والطيونة فبالتالي هناك استهداف مكثف وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يسبب أكبر قدر من الدمار في الضاحية الجنوبية بهذه الأيام خصوصا أن هذه الموجة الكثيفة والعنيفة تتواصل لليوم الرابع على التوالي في سلوك ربما جديد ومستحدث من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث كان يستهدف الضحية الجنوبية مرة على فترات متباعدة أو جولة من أو مجموعة من الغارات على فترات متباعدة ولكن الآن أو في هذه الأيام يستهدفها على مدار اليوم الواحد أكثر من مجموعة من الغارات في كسافة نارية كبيرة على الضحية الجنوبية يتزامن ذلك مع تطور النوعي أيضا في الغارات الجوية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في البلدات الجنوبية وتحديدا في قضاء صور كما ذكرت بالإضافة إلى قضاء النبطية وقضاء حصبية أيضا وقضاء بنت جبيل في مختلف المناطق في محافظتي الجنوب والنبطية في الجنوب اللبناني بالإضافة أيضا إلى بعلبك والبقاع شرقي الدولة اللبنانية تزامن ذلك أيضا مع زيادة وثيرة العملية البرية ومحاولات جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل في عدد من البلدات وتحديدا بلدات الصف الثاني أي البلدات خلف البلدات الحدودية التي حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستحواذ عليها وفشل على مدار الأسبوع الماضية منذ بداية العملية البرية مطلع شهر أكتوبر الماضي وبالتالي ربما يتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات الحدودية كما صار للوصول إلى البلدات الخلفية حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن الوصول إلى طير حرفة وكانت هناك معارك على أطراف طير حرفة وكانت هناك أيضا استهدافات بالقذاف المدفعية والقذاف الثاروخية من قبل المقاومة لتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في سير حرفة كانت هناك أيضا محاولات للتقدم في بنت جبيل في القطاع الأوسط وعناثة أيضا في القطاع الأوسط والمستخدث خلال الساعات الماضية هي محاولات الوصول إلى صلوصة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني مرورا من حوله ومركبه وكانت هناك سبع عمليات نفذها حزب الله منذ صباح اليوم وحتى الآن تجاه تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي نعم أحمد في الأطراف الجنوبية أو الأطراف الشرقية للبلدة لأحباط محاولات التسلل أو محاولات التوغل التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل ما يجري هناك من عدوان إسرائيلي على لبنان عودة مرة أخرى للزملاء خالد عشور وريهم إبراهيم نستكمل باقي ملفات الإسرائيل شكرا لك يا رعا أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من الخسائر البشرية نتيجة للغارات الإسرائيلية في المناطق اللبنانية ذات الكثافة السكانية العالية وكانت الولايات المتحدة قد أعربت أيضا عن قلقها من الغارات التي تشنها إسرائيل على ضحية بيروت الجنوبية مشيرة إلى أنها تعارض هذه الهجمات على مناطق لبنانية ذات كثافة سكانية ودمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى بالقرب من أحد أكثر التقاطعات المرورية ازدحاما في بيروت في ضربة هزت العاصمة اللبنانية بينما تواصل إسرائيل قصفها المكثفة للمناطق التي يسيطر عليها حزب الله أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن أربعين قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان صوب المناطق الشمالية اليوم وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق رصد إطلاق خمسة صواريخ باتجاه خليج حيفة وسقوط البعض منها كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنديين بانفجار طائرة مسيرة في منطقة اليكيم جنوب شرق حيفة وأشارت إلى أن المسيرة انفجرت بعدما حلقت في الأجواء جنوب شرقي حيفة لمدة أربعين دقيقة تفادت خلالها محاولات الدفاع الجوي لاعتراضها من جهته أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لقوات الاحتلال للمرة الثانية في مستوطنة يرؤون برشقة صاروخية كما أعلن الحزب استهداف تجمع لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس برشقة صاروخية وأكد استهداف قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفة بدفعة من الصواريخ النوعية وقصف حزب الله المقر الإدارية لقيادة لواء جولاني شمال مدينة عكة المحتلة برشقة صاروخية أيضا وأفاد الحزب بأنه استهدف تجمع لقوات الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة طير حرفة بالصواريخ كشف مسؤولاني لوكالة فرانس بريس أن مقترح الولايات المتحدة بشأن لبنان يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة ستين يوما بينما أشارت الوكالة إلى أن إسرائيل لم تعلن موقفها من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان وأكد المسؤولان أيضا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبي بري طلب مهلة لمدة ثلاثة أيام وهذا لدراسة المقترح الأمريكي المكون من ثلاثة عشرة نقطة لوقف إطلاق النار أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم تسليم حزب الله نسخة من مسودة مقترح لوقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي نقلته السفيرة الأمريكية لدى بيروت إلى رئيس مجلس النواب نبي بري يأتي هذا بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن التقدير في إسرائيل هو أن حزب الله قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبي بري إن المقترح الأمريكي لوقف الحرب لا يتضمن أي نوع من حرية الحركة لجيش الاحتلال في لبنان ولا نشر قوات أطلسية أو غيرها وأشار بري أيضا إلى أن المقترحة الأمريكية يتضمن نصا غير مقبول لبنانيا وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار رقم 1701 تضم عددا من الدول مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك نقاشا دائرا في الوقت الحالي حول الآلية البديلة المقترحة أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة ريم السالم أن الوضع في لبنان كارثي وأن إسرائيل تطبق نفس المنهج المستخدم في غزة داخل لبنان وأضافت السالم للقاهرة الإخبارية أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص استشهدوا في لبنان وتم تهجير الآلاف من منازلهم مشيرة إلى أن وضع النساء والأطفال في لبنان وغزة في تراجع كبير بسبب العدوان الإسرائيلي الوضع في لبنان وضع كارثي والحقيقة كما قلت في السابق يتم تطبيق نفس المنهج المستخدم من قبل إسرائيل في غزة الآن في لبنان خاصة بما هو الهجوم البربري على المدنيين وعلى المناطق المدنية تدمير القطاع الصحي في لبنان نعرف أنه قتل أكثر من ثلاثة آلف شخص بما فيهم النساء والأطفال هجراء الآلاف في لبنان وخارج لبنان فطبعا هذا يحدث لأنه إسرائيل تعلم أنها حصلت على الضوء الأخضر وأن المجتمع الدولي سمح لها بهذا الهجوم البربري على لبنان كما سمح لها بغزة وباقي فلسطين تحت وطأة القصف المكثف اضطرت عشرات الألاف من العائلات اللبنانية للنزوح من بيوتها بحثا عن ملاذ آمن لكنها واجهت اكتظاضا وبردا شديدا في مراكز الإيواء التي تجاوزت قدرتها الاستيعابية المصممة لها ضمن خطة الطوارئ الحكومية ودفع العدوان الإسرائيلي على لبنان أكثر من ربع السكان إلى النزوح قصريا من منازلهم من ضمنهم أكثر من 878 ألفا نزحوا داخل لبنان نحو مناطق شبه آمنة حتى الآن المزيد والتوضيح في سياق هذا العرض مع الزميل رعد عبد المجيد شكرا شكرا رهام شكرا خالي دفع العدوان الإسرائيلي على لبنان أكثر من ربع السكان إلى النزوح قصريا من منازلهم من ضمنهم أكثر من 878 ألفا نزحوا داخل لبنان نحو مناطق شبه آمنة حتى الآن ما أدى إلى زيادة الضغوط على المناطق التي تعاني بالأساس من قصور في البنية التحتية والخدمات العامة نتيجة سنوات طويلة من التقشف الحكومي الناتجي عن الأزمة الاقتصادية ويعيش 54% من سكان لبنان الآن في 6 أقضية من أصل 26 قضاء إداريا في البلاد في مناطق المتن وبعبدة وعكار والشوف وبيروت وعالية التي تبلغ مساحتها مجتمعة أكثر من 2000 كم مربع أي ما يشكل نحو 20% من مساحة لبنان وترتفع النسبة إلى نحو 76% من عدد السكان عند إضافة التجامعات السكانية الكبيرة الأخرى مثل صيدة وزحلة وطرابلس وكسروان التي تبلغ مساحتها مجتمعة نحو 3159 كم مربع أي ما يوازي 31 ألفا من مساحة لبنان وشهد 14 قضاء حركة نزوح كثيفة قراء العدوان الإسرائيلي إلا أن موقات النزوح الأكثر كثافة سُجلت في ثمانية أقضية علما بأن ثلاثة أقضية وهي مرجع يون ومن تجبيل وصور شهدت الاستنزاف الأكبر في عدد سكانها وباتت شبه فارغة ويعود ذلك إلى كونها تضم القرى الواقع على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة والتي تعرضت لتدمير ممنهج واسع من قبل جيش الاحتلال وعلى الرغم من تركز السكان حاليا في مناطق محددة إلا أن ضغوطا ناجمة عن أزمة النزوح الأخيرة تختلف بين قضاء وآخر تبعا لعدد النازحين الذين وفدوا إلى كل قضاء كنسبة من عدد سكانه الأساسيين ففي قضاء الشوف زاد عدد السكان بنسبة 49.13% يليه قضاء عالية الذي زاد عدد سكانه بنحو 33.16% ومن ثم مدينة بيروت التي سجلت زيادة بالنسبة 32.16% في عدد سكانها ومن ثم قضاء جبيل بنحو 30.18% وجزين بنحو 20.20% حيث استقبلت هذه الأقضية الخمس نحو 51.16% من مجمل النازحين وبحسب أرقام إدارة الإحصاء المركزي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبيانات منظمة الهجرة الدولية فيما يتعلق بحركة النزوح يقدر أن تكون محافظة النبطية قد خسرت ما لا يقل عن 52% من سكانها الذين نزحوا منها تليها حصبيا والهرمل وبعلبك وبعبدة والضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت نزيفا ديمغرافيا في عدد المقيمين فيها وتعتبر بيروت وصيدا الآن من المدن الأكثر كثافة سكانيا على الساحل اللبناني وفي حين أن صيدا تعاني من مشكلات كبيرة في البنية التحتية فقد تراجعت كفاءة البنية التحتية في بيروت منذ أزمة عام 2019 تأثرا بالتقشف الكبير الذي تفرضه الحكومة لضبط الإنفاق على الخدمات العامة والأساسية وبالتوازي مع النزوح الداخلي أعلن الأمن العام اللبناني أن أكثر من 564 ألفا من الجنسيات اللبنانية والسورية والعربية والأجنبية غادروا لبنان منذ بدء تصعيد العدوان على البلد العربي في سبتمبر الماضي يشكل اللبنانيون منهم نحو 34% من صاف المغادرين وهو ما يمثل 10.5% من سكان لبنان إذن هو نزوح داخلي مقبر عليه اللبناني لا مخير هربا من عدوان إسرائيلي لا يفرق بين بشر وحقر فالجميع مستهدف عنده في ظل عجز دولي إذا آلة حرب لا تعرف سوى لغة القتل والدم عودة مرة أخرى لزملاء خالد عشور وريهم براحيم نستكمال باقي شكرا لك أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701 وأضافت أيضا أن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان سيعطي الطرفين الحق في الدفاع على النفس هذا إذا لزم الأمر أعلن جيش الاحتلال إصابة تسعة من جنوده خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأوضح بيان لجيش الاحتلال أن سبعة جنود أصيبوا في جبهة لبنان في حين أصيب جنديان في غزة وأشار البيان إلى مقتل سبعمائة وأربعة وتسعين ضابطا وجنديا وإصابة سبعمائة وواحد وثمانين آخرين بجروح خطيرة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن التقييمات العسكرية في الجيش أكدت أن إرسال الجنود إلى مبان أو مخابئ مقاتلي حزب الله يعد أمرا غير منطقي من الناحية العملياتية هذا وقد أضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهجمات ضد وحدة آيجوز العسكرية والكتيبة رقم 51 من لواء جولاني جنوب لبنان دفعت الجيش لإعادة تقييم تكتيكية مرة أخرى ونقلت وسائل الإعلام أن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يقبل بحرية عمل إسرائيل حال حدوث انتهاكات وأن حزب الله قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية ترجمة نانسي قنقر أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أظهر بأن ما يقرب من 45% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى تسوية على الجبهة الشمالية مع لبنان كما أظهر الاستطلاع أن نسبة 41% فقط يؤيدون الحرب مع حزب الله وتوسيعها قالت صحيفة هاريتسا الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يخوض حربا لا نهاية لها في الشرق الأوسط وأوضحت الصحيفة أيضا أنه لا نية لدى نتنياهو للاعتماد على الدبلوماسية وأن الحرب التي يخوضها تبدو مستمرة وللأبد كما أكدت أيضا أن حجم قواته بغزة والسلوك المتبع يؤكد التخطيط للاستمرار لعام 2025 وهذا على الأقل قولة في عقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كشفت خلالها صحيفة هاريتس الإسرائيلية عن مخططات ذلك الرجل الذي أشعل حروبا لا يمكن لنيرانها أن تهدأ على المدى القريب فنيتنياهو بالرغم من تحقيقه لأهدافه المزعومة ورأشن حروبه بقطاع غزة ولبنان إلا أنه بحسب هاريتس لا ينوي فيما يبدو الاعتماد على الدبلوماسية فالبقاء السياسي لنيتنياهو وحكومته لن يتحقق وفقا لرؤية الصحيفة سوى باستمرار تلك الحرب لا سيما في قطاع غزة الذي وصل إلى حالة من التدمير تجعل أي تصعيد جديد داخله دون نتائج أو مكاسب حقيقية وعليه فقد أكدت هاريتس استحالة انتهاء تلك الحرب لطالما بقي ذلك القرار في يد نتنياهو مستشهدة بتصريحات أحد أقرب مستشاره يعقوب عمدرور حينما قال إن صفقة المحتجزين ستسمح لحماس بمواصلة حكم غزة وبالتالي فلا يمكن تنفيذها تصريح يضرب بمطالب أهل المحتجزين عرض الحائط فنتنياهو ورجاله لم يشغلهم يوما اقتصاد تل أبيب المنهار أو حالة الغليان بالشرع الإسرائيلي فضلا عن جنودهم الذين خاضوا حروبا لا تغدم سوى أهداف ومصالح الرجل الموت كما لقبه معارضون ويواجه نتنياهو وفقا للصحيفة ثلاثة مخاطر رئيسية تهدد بقاءه في الحكمة كالانتخابات المبكرة التي يخشى خسارتها بسبب فشله في إدارة الأزمة فضلا عن خوضه صراعات مختلفة على جبهات أذى ما يجعله مهددا بالتعرض للمساءلة القانونية إلى جانب ما ينتظره بالجنائية الدولية ديسمبر المقبل أسباب كانت كافلة لكشف حقيقة موقف سيد الحرب من إنهاء تلك الصراعات والتي تتنافى تماما مع ما يتشدق به من الحين للآخر حول استعداده لإنهاء الصراع فحجم قواته بغزة وسلوكها وتعنته المستمر خلال كافة المساء الدولية لتوصل إلى أي تسوية فضلا عن تقربه المثير للجدل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسباب تؤكد أن ما يحويه عقل نتنياهو ليست سوى مخططات تهدف لمزيد من الخراب والدمار بالمنطقة قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو يواجه ملاحقات ممتدة على الصعج الداخل الإسرائيلي من قبل المعارضة ومن داخل دوائر لإتلاف الحاكم في تل أبيب وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تلك الملاحقات تأتي في محاولة للتخلص من نتنياهو قبل تسلم الرئيس الأمريكي منتخب دونالد ترامب مهام ولايته الثانية بحلول العشرين من يناير المقبل وإلى تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة في حدق من السرية الله أكبر نحن بطل في أمل حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل على اتخاذ خطوات إضافية لتسريع إيصال المساعدات المنقذة لحياة قطاع غزة جاء ذلك في محادثة هاتفية بين بلينكين ونظيره الإسرائيلي جدعون سعر وشدد بلينكين على أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم وخلق سلام وأمن دائمين كما ناقش الجانبان الحاجة إلى قرار دبلوماسي في لبنان يسمح للمواطنين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم أعلنت حركة حماس استعدادها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق حال قدم العرض الذي يقضي بوقف إطلاق النار والالتزام من قبل إسرائيل أيضا به دعا الإدارة الأمريكية والرئيس المنتخب دونالد ترامب لضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان والحرب داخل غزة والمنطقة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وأفدت الصحة الفلسطينية بأن تلك المجازر رح ضحيتها ثمانية وعشرون شهيدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مشيرة إلى إصابة مائة وعشرين آخرين وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وأربعة وستين شهيدا منذ أكتوبر من العام الماضي في حين بلغ عدد المصابين مائة ألف وثلاثة ألاف وأربعمائة وتسعين فلسطينيا كذلك استشهد سبعة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصية الساحلية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين في قصف مدفعي للاحتلال استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهية وثلاثة فلسطينيين آخرين في قصف إسرائيلي قرب مفرق الأمن العام غرب مدينة غزة استشهد سبعة وثلاثون فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ثلاثة عشر مواطنا وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على شمال وجنوب قطاع غزة وأضافت أن قوات الاحتلال أعدمت فلسطينيا بالرصاص أثماء محاولته النزوح من شمال غزة إلى وسط القطاع وفي جنوب القطاع انتشل مواطنون وطواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين أربعة شهداء ارتقوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة شرق مدينة رفح أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة المعروف باسمه أوتشا أن تسليم المساعدات إلى أجزاء من شمال القطاع المحاصر شبه مستحيل وأوضح المكتب أن دخول المساعدات إلى قطاع غزة يبقى متدنيا وبشكل كبير كان المكتب قد حذر من قبل من تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة مع استمرار عمليات النزوح المتكررة للسكان وأشار أيضا إلى نفاذ المواد الضرورية وللمزيد من المتابعة والتوضيح حول الأوضاع الإنسانية التي وصلت إليها الأهالي في غزة نتابع المزيد مع الزميل رعد عبد المجيد إليك رعد شكرا ريهان شكرا خالد ينضم إلينا من لوس أنجلس ستيف سوسيبي رئيسي ومؤسسي صندوق إغاثة أطفال فلسطين أهلا بك سيد سوسيبي أكثر من ثلاثة عشر شهرا من الحرب الإسرائيلية على غزة الشهداء تجاوز عددهم ثلاثة وأربعين ألفا المصابون تجاوز عددهم مائة ألف بكثير الغالبية من الأطفال من هذه الأرقام كيف تنظر إلى هذا الرقم المفزع وبعض المسؤولين في دول كبرى يقولون أن ما يجري في غزة ليس إبادة جماعية أعتقد أن هذا أمر مخجل على المستوى الدولي هو أمر مخجل للمجتمع الدولي الأمر يعتبر مخجلا فيما يتعلق بالدول المتحضرة التي كما نادعوها وهما تدعو إلى مناصرة الحقوق الإنسانية وبالتالي هناك تناقض كبير وهناك حتى الشعب الأمريكي وأنا منهم أنا أعلن أن هناك خجل كبير بشأن هذه التصريحات هناك مئات الأطنان من القنابل التي تستخدم في مواجهة 2 مليون من المواطنين في غزة وهناك مذبحة واضحة وهناك أطفال أبرياء ونساء أبرياء وأفراد يعونون بشكل كبير وخطير بسبب هذه التدعيات وهناك عدم إمكانية للوصول إلى المساعدة الإنسانية في القطاع فبالتالي أعتقد أن هذه الأرقام ليست فقط دقيقة أعتقد أن هذه الأرقام الحقيقية التي وصلنا إليها حتى الآن تزيد كثيرا عن هذه الأرقام المعلنة وكذلك هناك كثير من الأمراض التي تفشت في الأراضي الفلسطينية بسبب عدم وجود ما يكفي من الإمدادات الطبية والتي تسبب في القتل بسبب سوء التغذية وعددا من الظروف المتردية الأخرى والظروف التي تصعب كل يوم وعدم القدرة على تمكن توفير الرعاية الطبية فالأرقام الحقيقية أعلى بكثير من المعلنة وهناك جريمة ضد البشرية تمارس من جانب الحكومات الغربية هذه الإبادة الجمعية وهذه المذبحة شاركت فيها المجتمعات الدولية بسبب عدم الإنخراط الفعال في إيجاد الحلول ونحن كأمريكينا وكغربينا وكأوروبينا نحن نقول أننا لدينا مسؤولية بسبب هذه التدعيات ولدينا أيضا مسؤولية نفس الوقت لإنهاء هذه الأزمة وهذا النزاع طيب سيد سوسبي الآن الوكالات الأممية تقوم بدور مهم أو تحاول أن تقوم بهذا الدور في غزة لكن قوات الاحتلال لا تتيح لها الفرصة لذلك بل وتضع هذه الجمعيات الأممية في دائرة الاستهداف كيف تقيمون هذه الأوضاع وما هي الإجراءات التي يمكن أن تذهبوا إليها هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي استهداف العملين في القطاع الإنساني والإغاثي والذين رفعون أعلام الأمم المتحدة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لابد من اتخاذ وقفة ضد هذه العدائيات وهذه الانتهاكات الكبيرة لابد من حماية العملين الأمميين في أونروا والغيرها من الوكالات الأممية المعنية التي تعمل داخل الأراضي الفلسطينية وهذا انذار خطر كبير للتدعيات المستقبلية ضد العاملين في هذه القطاعات الهمة لابد من حماية كل الأفراد العاملين في المنظمات الأممية لابد من توفير الحصانة لهم هذا ما حدث على مدار الثلاثة عشر شهرا ماضية كان هناك انتهاكات كبيرة ولابد من دعوة مستمرة لإيقاف وقف إطلاق النار وأيضا دعوة لحماية كل العاملين في القطاع الأممي من أجل حماية هؤلاء الأفراد ضد أي نزعات وأي استهداف ولابد من أن يكون ذلك منفذا بشكل فوري وعلى الأقل بايدن عندما يترك مكتبه لم يتخذ الوقفة اللازمة ولم يفعل الأمر اللازم من أجل إنهاء هذا القتل وبالطبع هناك استمرار في عمليات القتل الممنهج أنتم رئيس ومؤسس صندوق إغاثة أطفال فلسطين التساؤل لماذا أسستم هذا الصندوق وما هي أهدافه ومصادر تمويله وهل لديكم أرقام ميدانية لحكم الكارثة لأطفال فلسطين وغازة تحديدا؟ بشأن السؤال الأول لماذا قمنا بإنشاء هذه المنظمة هو مساعدة الدعم الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية للأطفال في غزة لدينا أكثر من آلاف من الأطفال الذين قتلوا وتأثروا ونحن نحاول تقديم اللوازمة الطبية والغذاء واللوازمة المطبخية وكذلك اللوازمة التعليمية والملاجئ والمياه النظيفة بكل القدر الممكن في قطاع غزة وتوفير العناية الطبية خارج غزة حتى على الأسس الإنسانية وعندما تنتهي هذه الأزمة على الأقل عندما يتوقف القتل نحن مستعدين لتنفيذ برامج جديدة لتقديم الدعم للقيادة لقيادة كل المنظمات الداعمة للأطفال نحن لسنا نحصل على الدعم من الحكومات ولكن من جميع أنحاء العالم ومن القطعات المختلفة ونحن نحاول اتباع كل المنهاجيات اللاجمة لحماية الأطفال الفلسطينين وعدد القتلى والقرحة والمحتاجين في غزة من الأطفال للعناية الطبية والغذاء والملاجئ الأمنة والتعليم يتخطى كثيرا الأرقام التي توقعتها أو قدمتها أي منظمة دولية خاصة مع كل العقبات التي نوجهها في إدخال هذه المساعدة طيب سيد سوسيبي يعني كيف تقيم تعامل قوات الإسرائيلية معكم وما هي المعرقلات التي تواجهونها وهل سيكتفي الصندوق بإرسال المساعدات الإغاثية إلى أطفال غزة أم أن لكم وجود ميداني في القطاع لدينا فريق عمل على الأرض في الميدان في غزة أحد المديرين في القطاع لدينا في المنظمة هو إسلام حجازي الذي قتلوا منذ عدة أشهر في غزة وأيضا كان أبن لطفلين ونحن نعمل في ظروف خطيرة ونحن نعمل في الميدان ندير بعض المطابخ ونقدم الدعم الإنساني وكل الاحتياجات الإغاثية ولدينا فريق عمل كبير في القطاع وهذا مكننا من تقديم الدعم المباشر للمحتاجين في القطاع كيف ستواجهون التعنط الإسرائيلي في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة؟ سيد سوسيبي كل المنظمات الأممية والإغاثية بما في ذلك منظمتنا نحن في نفس الموقف العصيب نحن نعتمد بشكل أساسي على التصديقات التي يمنحها لنا الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من أجل تمكين توزيع المساعدات في القطاع ومن أجل السماح للجرحة من الأطفال للخروج نحن نستمر في بذل قصار جهدنا من أجل الحصول على هذه الموافقات من الجهات المعنية وندعو كل المنظمات والمجتمع الدولي لفتح كل المعابر والحدود نحن نؤكد أن الأطفال والنساء لا يمكن أن يكونوا أحد الأدوات في حركة المقاومة أو في الحرب بشكل عام غزة فيها الكثير من الأطفال هم ليسوا مقاتلين ليسوا من الأفراد العسكرين فقط أطفال أبرياء نصف غزة على نفس الحال من الأبرياء غير العسكرين بالطبع لا بد من ضمان استمرار الدعم المالي الدعم الغذائي والدعم الخدمي نحن المجتمع الدولي خزلناهم بشكل واضح فبالتالي كل المنظمات تفعل قصار جهدها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية وكل اللوازم والخدمات التعليمية وغيرها سيد سيبي في تساؤل أخير هل ينسق الصندوق مع جهات حكومية أو دولية أو منظمات أممية لإرسال هذه المساعدات إلى أطفال غزة؟ نحن نعمل عن كثب مع عديد من المنظمات الأخرى من أجل تيسير إيصال المساعدات واللوازم وتيسير دخول المساعدات إلى غزة النظمات الإغاثية الأخرى تيسر إصدار الترخيص والتصاريح والهدف الأساسي هو توزيع عادل لكل المحتاجين في الأراضي الفلسطينية نحن نبذل قصار جهدنا من أجل دعم كل العمليات الإنسانية والإغاثية من أجل إيصال كل القدر الممكن من هذه المساعدات والتي واجهت الكثير من العرقيل وأن نضمن أن لا تصل هذه المساعدات لمن لا يحتاجها ولكننا في حاجة إلى خفض المعاناة بشكل عام الهدف الأسمى هو مساعدة كل المحتاجين وإيصال المساعدات بأسرع الطرق الممكنة ستيف سوسيبي رئيس ومؤسس صندوق إغاثة أطفال فلسطين من لوس أنجلس شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه النشرة عودة مرة أخرى لزملاء خالد عشور ورهان إبراهيم استكمال باقي ملاتات النشرة شكرا لك يا رعب شكرا رعب أدانت الخارجية الفلسطينية ما يفرضه الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين المدن والبلدات من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تقسيم الضفة الغربية مكانيا وزمانيا ضم معلن يهدف إلى تعميق الاستيطان وإلى تقويد الجهود الرامية لتطبيق حل الدولتين كشفت وسائل إعلام سودانية عن ارتفاع عدد القتل بولاية الجزيرة وسط السودان إلى أربعة وأربعين وإصابة العشرات جراء هجمات ميليشيا الدعم السريع خلال اليومين الماضيين وذكرت وسائل إعلام أن هناك عمليات تهجير واسعة شهدتها قرى ولاية الجزيرة تسببت في تشريد ونزوح الآلاف من المواطنين من المناطق التي تعرضت للهجوم وأشرت مصادر محلية إلى عمليات اختطاف واسعة للمواطنين بقرية اللعوتة ولم يعرف مصيرهم حتى الآن إلى جانب الحصار الذي تعرضت له المنطقة مما خلق أوضاع مأسوية تتمثل في عدم الحصول على المأكل والمشرب أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن خمسة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل دمرت منشأة تستخدم أغراضا لبحث نووي عسكري في هجومها الجوية على إيران وهذا قبل أسابيع كما أضافت أن إسرائيل نجحت في تدمير معدات تكنولوجية معقدة تستخدم لتصميم المواد المتفجرة المحيطة باليورانيوم والضرورية لمصار التفجير النووي أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه اختار روبرت أف كينيدي جونيور لخيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أكبر وكالة صحية في الولايات المتحدة وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن سلامة وصحة جميع الأمريكيين هي الدور الأكثر أهمية لأي إدارة وأن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية سوف تلعب دورا كبيرا في المساعدة على ضمان حماية الجميع وكان كينيدي جونيور وهو ناشط بيئي ترشح الانتخابات الرئاسة هذا العام مستقلا قبل أن ينسحب في أغسطس ويؤيد ترامب مقابل الحصول على دور في إدارة الحزب الجمهوري أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختيار المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشونغ مديرا للاتصالات وفي سياق آخر طالب كبار الديمقراطيين طالبوا بضرورة وجود لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بإصدار نتائج التحقيق الخاصة بشأن مات جيتس الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير العدل وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جيتس لا يزال قيد التحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات داخل مجلس النواب وهذا بتهمة سوء السلوك الجنسي ولمزيد من المتابعة والتحليل نتحول مرة أخرى إلى الزميل راعد عبد المجد شكرا خالد شكرا رهاب إلى بنسلفينيا حيث مالك فرانسيس السياسي الأمريكي العضو بالحزب الجمهوري أهلا بك سيد مالك إذن اختيارات ترامب الأخيرة شهدت اللغط الكثير ترامب خارج السلطة يثير اللغط والآن داخل السلطة أيضا يثير ذلك اللغط خصوصا اختيار وزير العدل مات جاينس وهذا الرجل عليه الكثير من المآخذ إن كانت أو على الأقل يدور حوله لغط كثير إن كان بموضوع السلوك الجنسي أو إن كان أيضا بأنه معادن لفكرة معادات السامية كيف يتسق هذا الأمر وترامب يعني بخطاباته وتوجهه هو مع تلك القوانين المؤيدة لمعادات السامية وما إلى ذلك يعني كما تعلم أنت أن الرئيس ترامب هو كمان ضد السامية وهو ضد الأنون وكان فيه كثير يعني شكاوى ضده كما تعلم يعني كل الأعضاء الحكومة الذي اختارهم كلهم مجرد موظفين لا يحق لهم أن يفعلوا أي شيء عليهم أن ينفذوا أوامره وإذا لم ينفذوا أوامره سيتدهم أن ترامب كما تعلم إنسان ديكتاتوري ومتقلب فهو الذي يعني سيكون الكاتب والمخرج لمسرحية ترامب لأربعة سنوات القادمين طيب سيد ملك يعني اختيار شخصيات يعني عليهم الكثير من اللغة ماذا يؤشر بالإضافة إلى ما قلت أنه سيكون وفق رؤيتك بأنه ديكتاتوري ولكن المعروف أن الولايات المتحدة هي دولة مؤسسات فلماذا يذهب ترامب لاختيار شخصيات عليها لغة إن كان المذيع في فوكس نيوز أو السيدة تولسي جابارت التي اختارها كمديرة الاستخبارات وهي لا تعي شيئا في ذلك المجال لأنه يسك بهم ومعظمهم تبرعوا لحملتها الانتخابية أمريكا أصبحت للبيع إذا لا تدفع لا تدبرع لأي انتخابات لا تستطيع أن تحصل على شيء في واشنطن أي سيناتور سيناتور مجلس الشيوخ مجلس النواب إذا ما تدفع لهم لحملتهم الانتخابية حتى لا يتكلموا معك فللأسف استطاعت أي إنسان أي لابي أن يشتري أمريكا مجلس الشيوخ والنواب حوالي بعد 10 و20 مليون دولار فصار كل شيء كل الوظائف مع ضمن البيع حتى يكون سفير عليك أن تدفع 200 ألف دولار تبرع للحزب الحاكم حتى يصير سفير أمريكا فأيام أمريكا العزمة أمريكا للسلام أمريكا حقوق الإنسان هذه اختفت راحة للأسف يعني للأسف الكبير وهذه الجميع التي ترامب أختارهم كلهم ضد السامية فأنا أتمنى أن ينقلب ترامب على نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لأن لا تعرف كيف تتعامل مع ترامب إنسان سويا عاية حتى معروب اللبناني يعني متقلب ويعني معظم اللي هلأ اختارهم كلهم أنا أقولك عنهم أنهم أولاد ترامب أنهم سينفذون كل أوامره ممنوع يعني أي إنسان منه يكرر على نفسه كما قلنا في البداية وكما قالها العديد من المراقبين ترامب مثير للقادة لإن كان خارج السلطة أو داخلها وريام المقبلة سنرى ماذا يمكن أن تكون في هذه القعبة من الوزارات شكرا جزيلا لك سيد مالك فرانسيس السياسي الأمريكي وعضو بالحزب الجمهوري من بنسلفينيا على وجودك معنا في هذه النشرة أودا مرة أخرى لزملاء خالد عشور وريهام إبراهيم لإستكمالي باقي من لفات النشرة شكرا لك أراد أفاد الكريملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب للمستشار الألماني أولاف شولتز عن انفتاح موسكو على استناف المفاوضات بشأن أوكرانيا هذا بينما أكدت الحكومة الألمانية أن شولتز حث بوتين على إظهار الاستعداد للتفاوض مع أوكرانيا بهدف تحقيق السلام وطالب شولتز خلال اتصال هاتفي الرئيس الروسي بسحب القوات الروسية من أوكرانيا مؤكدا عزم برلين الراسخ على دعم كييف في الحرب مع روسيا لأطول فترة ممكنة أكد الرئيس الأوكراني زيلانيسكي أن الحرب ستنتهي في أسرع وقت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في سياق آخر قال مكتب الرئيس الأوكراني إن المستشار الألماني أولاف شولتز أبلغ زيلانيسكي مسبقا بخططه للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن الرئيس الأوكراني عارض ذلك وأوضح المصدر أيضا أن زيلانيسكي أبلغ شولتز أن اتصاله الهاتفي ببوتين لن يساعد في إنهاء الحرب بل سيخفض من درجة عزلته قال وزير الدفاع الأوكراني رستوم عمروف إن بلاده تقاتل من أجل استعادة كل الأراضي التي استولت عليها روسيا خلال العقد الماضي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي في أوسلو أكد عمروف أن أي ادعاء بأن كييف تحول تركيزها في الحرب لإعطاء الأولوية للأمن على الأرض هو ادعاء كاذب وجزء من الدعاية الروسية هكذا إذن نختتم هذه النشرة الإخبارية وهذه هي أبرز العنوين تسعة وخمسون شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان حزب الله يعلن قصف تجمعات لقوات جيش الاحتلال في مستوطنة يارؤون برشقة صاروخية بلينكين يطالب نظيره الإسرائيلي باتخاذ تلابيب خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة شكرا جزيلا على المتابعة شكرا خالد شكرا لك ريهاب إلى اللقاء شكرا لك شكرا لك شكرا لك